اشتركوا في القناة والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربية المشترك مما عزز من مكانة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي مؤكدا ان الامتين العربية والاسلامية فقدتا برحيله قائدا فدا وزعيما تاريخيا ترك بصمات خيرة اقليميا وعالميا متمنيا للمجلس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة التوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة النهضة والبناء وتحقيق تطلعات ابناء الامارات في المزيد من التنمية والتطور والازدهار وان يواصل مسيرة المؤسس والموحد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمه الله ثم اشهد المجلس بنتائج زيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ضه الله رعا إلى المملكة المتحدة وتلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا وذلك لحضور منافسات مهرجان رويال وينسور الملكي الدولي للفروسية وبأهمية لقاء جلالته مع صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا على صعيد دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين تحيقا لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين معربا المجلس عن ثمانياته لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا بمفورة الصحة والعافية بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلاء جلالتها العرش اشتركوا في القناة القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول تعديل بعض أحكام قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق تعاون بين المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ووزارة التربية والتعليم في المجالات العلمية والبحثية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوعين التاليين مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني المتعلقة بالتحول الألكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي أظهرت التحول الألكتروني في 61% من الخدمات التي تقدمها شؤون الأشغال و51% من الخدمات التي تقدمها شؤون البلديات مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن مشروع مساري والذي يهدف إلى صقل قدرات ومهارات الشباب وتنمية مواهبهم بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة المملكة المغربية الشقيقة وزيارة جمهورية اليونان الصديقة وحضور مؤتمر مستقبل الطيران في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة